أكد نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر أن 70 مصنعا فقط من أصل 2300 مصنع في المناطق الحرة تقدم إقرارا ضريبيا ومن جهته كشف وزير المالي عز الدين كناكرية عن دفع الخزينة لمبلغ يزيد عن 10 ملايين دينار سنويا كرواتب اعتلال للوزراء وغير الوزراء التفاصل في هذا التقرير قال نائب رئيس الوزراء وزير الدولة رجائي المعشر خلال لقاء نظمه منتدى الاستراتيجيات الأردنية اليوم أن الطبقة الوسطى والفقيرة في المملكة تتحمل أعباء ضريبية كبيرة من ضريبة المبيعات وأن الحكومة تعمل على إصلاح هذا الخلل لماذا بدأت الحكومة بحوار حول قانون ضريبة للدخل ولماذا قانون ضريبة الدخل بالذات الجواب يكمل في كتاب التكليف السامي جلالة الملك في كتاب التكليف السامي طلب من الحكومة إجراء حوار وطني حول قانون ضريبة الدخل وبنفس الوقت إجراء دراسة على العبء الضريبي على المواطن الورديني فبدأت الحكومة بدراسة العبء الضريبي وبدأت مجموعة من الحوارات حول قانون ضريبة الدخل وبيّن المعشر أن جزءا كبيرا من القطاعات المهنية لا تدفع حصتها من ضريبة الدخل مشيرا إلى أن المناطق الحرة استخدمت من قبل بعض الشركات لغايات التهرب الضريبي وأضاف أن صندوق النقد الدولي طالب الأردن بتخفيض الإعفاءات نظرا لأن الإعفاءات الممنوحة في المملكة أكثر بكثير من الإعفاءات الممنوحة لدافعي الضرائب في الدول المانحة وقدم المنتدى العديد من التوصيات حول مشروع القانون أبرزها أن قانون ضريبة الدخل يجب أن يساعد الحكومة في تحقيق إرادات مالية كافية لتقوم بواجباتها بكفاءة وفعالية بالإضافة إلى أن يتسم القانون بالعدالة وتنويع المصادر وأن يتبعه استقرارا في السياسات الضريبية وعدم اللجوء إلى تعديلات متكررة وأن التعديلات المقترحة على القانون ستعمل على زيادة الإرادات الضريبية